دايماً بيقولوا اختيار الصديق قبل الطريق لأن الصداقة بتعتبر من أسمى العلاقات الإنسانية خاصةً بقى لو كانت قيمة على الصدق والوضوح والمحبة لأن وجود كده صديق حقيقي في حياة الشخص هو حاجة ضرورية جداً وده بيودينا لسؤال مهمة أوي وهو إزاي نختار أصحابنا للأسف ده موضوع بيقع فيه ناس كتيرة وخاصةً بقى أطفالنا الصغيرين اللي بيكونوش عارفين يصاحبوا مين وعلى أنه أصلاً أساس وبالتأكيد اختيار الصاحب الحقيقي هي من أهم الكرارات اللي بنياخدها في حياتنا لأنه شخص كده هتقضي معاه وقتك وهتقسم فرحتك وحزنك وكمان هتدخله أصدرارك وأسرتك فدي حاجة لازم تبقى محتوط معايير كتيرة فيها وهنا لازم ناخد بالنا عشان فيه صاحب ممكن يساعدك تنجح وتطلع له قدامه وتكون أحسن وصاحب تاني ياخدك من إيدك للضياع عشان كده بنقول إنها حاجة مش سهلة أبداً والموضوع ده الحقيقة فيه أوليه أمور كتير بيعينوا بسببه مع أولادهم لما بيحاولوا كده بشتى الطرق يبعدوهم عن أصحاب معايينين عشان ما يتقصروش بيهم بالسلب أو يحاولوا حتى هيأوليهم بيئة سليمة حواليهم يقابلوا فيها أصحاب يكونوا متطمنين وهم معاهم وده ما بقى بدفعنا إن إحنا نسأل إزاي نختار الصاحب وإيه المعايير اللي على أساسها أقول إن أنا اخترت الصاحب صح صاحب حقيقي وإزاي كمان أوجه أولازي إن هم يختاروا أصحاب بشكل سليم عشان نكون متطمنين عليهم وإحنا مش أصلاً معاهم كلها أسئلة مهمة قوي هنحاول نجاوب عليها في خلال حلقتنا لأن أصحابنا هم مرايتنا وصدد ناس فمنهم بجد هنختار صح عشان نكمل حياتنا بشكل صح الصاحب صاحب جملة معناها إن صاحبك هيصحبك للطريق اللي هو بيسعى يروح له عشان كده لازم دايماً ندور على الأصحاب أسوياء وطريقهم يكون سليم وهدفهم هو النجاح والتفوق طول الوقت وفي طريقنا بقى الاختيار الصاحب بنقول كده ناس كتير قوي بتتخدع فيهم وبتختار غلط للأسف وللأسف ممكن كتير من أصحاب يأثروا بالسلب على أصحابهم وقصوة التجارب دي بتخلينا عايزين نحمي أولادنا من إنهم يقعوا في نفس المشكلة وللأسف كمان بتصعب علينا الموضوع لأن احنا عايزين نعلمهم معايير يختاروا من خلالها أصحابهم وده اللي احنا هنعرفه دلوقت من دفتنا اللي مشرفانا دكتور أسماء الفخراني استشاري العلاقات الأسرية أهلا بيك معنا في الستوديو أهلا بيك يا بيري أنا سعيدة أني معيك النهار ده موضوع مهم جدا اللي بنتكلم جدا دكتور في البداية كده خيالي بتدي إزاي نفرر ما بين صديق جيد وصديق سوء في الأول كلنا بنتخدع جدا لما بنقرب لحد عشان نخليه صديق لينا بس هل هي الصداقة بمعناها الحقيقي؟ كلمة صديق جاي من الصدق هل التعامل مع الشخص ده هيكون فيه نوع من أنواع الصدق في المشاعر الصدق فيه لو أنا حتكت وقت الضيق الصديق ووقت الضيق هل هيلاقيه؟ هل هيساعدني؟ هل هيوقف جنبي؟ هل هو بيفرح لفرحي؟ دايما يقولك الضريبة الوحيدة للصداقة هي الحسد يعني كتير قوي تقولك الحسد وراء الغيرة غيرة ممكن تقلب بحسد بس الغيرة الغيرة لها أنواع كتير فيه غيرة مرادية وغيرة شكة وغيرة عشان أنا حاسس مثلا بالنقص ما في شخصيتي الصديق الحق اللي هو صادق بيبقى عايز صديقه يبقى زي واحسن منه كمان بل بيحزن أن صديقه أقل منه أو ما نجحش معاه مثلا هتشوفي في الشباب اللي هم بيحبوا مثلا المواهب الغنائية لو طلعوا في مسابقة مع بعض بيزعل لو صاحبه ما يكسبش معاه مثلا ده مثال في حين لو أنا اكتشفت أن الصديقي في وقت الضيق أو صديقتي تحولت إلى البهجة والفرحة في حزني أعرف أن ده مش صداقة حقيقية ده بيبقى اسمه تمثيل أو صداقة مزيفة طب إيه تاني يا دكتر المفروض لو شفته كعلامات في صديقي أقولي أن ده مش صديق حقيقي حريك قلت الحسد إيه تاني غير الحسد هل المكرنة هل الغيرة أصلا أوقات كمان زي حريك بتقولي في الحزن أو في وقت الشدة بيطلع كده كلمات هي دي اللي بتبين صداقة الحقيقية لو لتنين الأصدقاء نفس الظروف الحياتية سواء المستوى الأقل ماديا أكتر فحد فيهم تطور جدا ممكن واحد فيهم اللي تطور ماديا يبين أنه فيه نوع من أنواع الكبر والغرور والمعايرة لصديقه الأقل منه ماديا وأول عكس يحصل أنه عايز يشده معاه أجيب لك أعمل لك فالتاني عنده إحساس بالنقص كبير قوي أنت بقيت أحسن مني حسستني أني أحسن منك بتتصدق علي يعني في الحالتين ساعات النفس البشرية اللي بتصبوري أغوارها بتشوفي حالات كتيرة قوي ففي الحالتين ممكن صديق من الأصدقاء سواء اللي ارتفع في المستوى المادي أو الاجتماعي يحس بالغيرة من صديقه أو يحسسه بالدنيا والتاني ممكن يحس بالحسن ممكن يكون صديق بيحب قوي صديقه يعني اتنين صحاب بيحبه قوي بعض ولكن في نفس الوقت بيحسده وبيحقد عليه ومش عايزه أحسن منه بصي حصلت في الاستشارات الزوجية والقصص الحقيقية اللي شفناها بالذات بين البنات والستات أخذت خاطبها منها دخلت أخذت جوزة منها بالأسف ليه منتشرة بقى يا بري عشان احنا بنحذر أن الأسرار الزوجية ممنوعة تتقال ممنوعة تتكلمي حتى في حديث نبوي أن ممنوع الست توصف جمال ست تانية قدام زوجها أو خاطبها فده بيحصل للأسف فبالراجل لا شعوري عنده خيال عاطفي وخيال جنسي وهو موضوع تاني كبير بيؤدي للخيانة فبيشتهيها يعني نوع من أنواع غض البصر وغض كمان أن أنت ما توصفيش لي بالخيال مش بس البصر فبيحصل خيانات كتيرة بسبب الموضوع ده دكتور احنا بسلنا مرحلة اللي احنا شفنا تجارب كتيرة وعدينا بحاجات كتيرة وشفنا أصحاب طلعوا مش أصحاب وشفنا صدقات طلعت مزيفة إزاي بقى نعلم الحاجات دي لأولادنا إزاي نقول لهم تفرقوا ما بين الصديق الحقيقي والصديق السوء بصي دايما المراهقين لما بنتعامل معاهم سواء الأباء بيجيبهم بنتكلم معهم عن مشاكلهم أو بيحكوا عنهم أول ما بيبتدي يكبر ويخرج من طور الطفولة عشان يدخل مرحلة المراهقة بيحس إنه هو أنا دماغي كبيرة أنا فاهم أنا اللي هختار صحابي وبيبقى عارف زي ما قلنا قبل كده في حلقة إنه هو مخطئ ولكنه بيكابر وبيخاف لو أنت سبتين ما عملتش الإرشاد اللي لازم لي إنه هو يعرف إن الصداقة دي صح أو غلط فأكتر حاجة المراهقين بيكرهوها إن أنا أقول لها صحبتك دي بلاش منها أنا مش بحبها أو لا 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 باين عليها مش كويسة أو تقولي لأبنك صديقك ده بص مش نزلي منظور أنا مش حبا إيه دا يا ما ينفعش أهم؟ طب أعمل إيه يعني لو لاقي إن واحدة صحبة بنتي طريقتها مش عاجباني وهي صديقة سوء وبتغير منها أقول لها إزاي بعيذي عنها بس من غير ما أقولها بأسلوب مباشر بصي لازم تسيبيها تخد التجربة تحت رقابتك أنا دي منقول رقابها مش مراقبة أنا شخصيا بعمل ده مع بناتي أكتر من ابني أصلا أنت صحبي الولاد اللي هم صحاب ابنك مثلا لكن في الطفولة أوكي لكن في البنات والبنات أسهل في التعامل طبعا أنا صحاب بناتي كلهم صحابي يعني بتنزلي المستواهم بتنزلي السنهم والأول في الأساس أنت بتبقي صديقة بناتك أو بنتك وبتسمعين منها طب فيه نوع بقى بتاخدهم بقى كبر المراقبة وحاسين أن هم كبار ومش عايزين حد ينصحهم أوكي بننصح بمحبة أنا عارفة أن صديقتك دي كويسة جدا ومش هنبعد عن كل الناس كل الناس فيها عيوب مفيش حد كامل يا بري فأنا بقول دايما لولادي ولولاد أي حد بيسألني خدي الصفة الجميلة في فلانا والصفة الجميلة في فلانا طب هي فيها صفات سيئة جدا أحاول أشتغل على صفة حسنة هي بتعملها وخليه أوعادة حسنة هي بتعملها كتير قوي تقولك دي بتصلي بس هي مثلا تحب تتكلم مع ولاد بنسمع ده مش بنعمم أنت عارفة بتحب تكلم ولاد بس هي بتصلي ما تتريعيش ممكن صلاتها دي تنهاها طب أنت روحتي صاحبتي على حد عايزة الصاحب ساحب ممكن هو يسحبك للأرض والجملة عجبيني إسحبك للأرض ويخليك تنحرفي عن المصار زيه أو زيها وممكن أنت تحاولي تصلحي فما يحصلش أنا ليك أم أستنى لحد ما ممكن يعني صاحبة بنتي تسحبها للطريق السيد أنا بقولك أنا هتابع لو رفضتي هي هترفض تماما هل ألمح لها بالحاجات اللي هو أخذ بالي من لها؟ أكيد بصي أنا بقول لها دي أمدح عارفة نظرية الصاندرش أمدح أو أنتقد أمدح أنا بقول لها دي صاحبتي جديد لطيفة جدا وليشوفك يقول إخوات أنتوا شبهوا بعضة قوي دخلنا بمتح أي صفة زي كده وبعدين خدي بالك خدي بالك لو أنت بتحبيها نبهيها وأنا عارفة أن أنت عمرك ما هتعمل إيه ده عارفة البرمجة بالمتحة أنا بحبها حتى في التعامل في إرشاد الأسري كله حتى مع الزوج والزوجة فأنت لما بتقولي للي قدامك ما تحملش وتعني فيه ويبقى فيها شتايم وضربه وفيه أهالي بتبقى عنيفة جدا الطفل أو اللي احنا بنسميه طفل لا حد عشرين سنة أنا شايفة طفل الشاب أو البنت في سن المراقة بيقوموا جدا كل اللي أنت بتقوليه لهم ده وبيرفضوا فأنت تقولها خدي بالك طب أنت هتحكي لي المرة الجاية وهتشوفي الموقف اللي هي عملته أو بتكلم ولد مثلا أو جربت شاب سجاير أو أتي عارفة المراهقين بيحبوا يجربوا للأسف كل حاجة جديدة فاكرين أن ده هينامي من شخصيتهم خدي بالك مضرها واحدين ثلاثة خدي بالك هيحصل لها رسوب دراسي هيحصل لها تسرب دراسي هتحاول تهرب تقابل حد كل ده أنت تقبليه أنا واثقة أننا ربتي كنت بش تعملي ده يعني لو قلت العكس تعزيس قاتها برضو في نفسها بتدل الكلام اللي أنت عايزها بس بتعزيس قاتها في نفسها وإحنا كأمات غزبا عننا بتيجي مرحلة فينا كلنا نزعق ونخاف من خفنا على أولادنا فرياريتني ما حكيت لك مثلا يا معمى لكن في الأول والآخر هم عارفين مين أحنقل بو مين أكتر حد والأم بتحس على فكرة ودايما إحساس الأمة ببقى صحة أنت سكتة كده ليه ما أنت لازم يبقى عندك يعني قوة ملاحظة أنا والله ما فيش ممتي ما قلتش على صحبة ليا أن هي فيها صفات سيئة أو مثلا هتأزيني في مونة أيامر لو حصلت حتى لو عارس متقدم للبنات وقالتلي ماما مش مرتاحية لو أقف في أمهات كتير مستعجلة عايزة تجوز بنتها بس لو ماما قالتليك مش مرتاحة لصف بيتك دي بيطلع صح طيب إيه الفرق يا دكتور بدي الأمهات اللي بتصاحب يعني صحبات بنتها وبدي الأمهات اللي هم مكبرين دماغهم ويعني ما يعرفوش حاجة عن بيك أكتر نسبة في المراهيقات والمراهقين أكتر انحرافا سلوكيا حاسين بالضياع فيه دعم مادي كبير جدا يا بير كبير جدا جدا معهم إمكانيات عالية جدا مصروف ممكن يوصل لمرتب راجل صاحب رب أسرة ما يقدرش حتى يكفي بيه طلباته فهماني مجرد مصروف وما فيش الدعم المعنوي ما فيش الدعم ما فيش حد بيسمع يعني لما شفت مراهيقين وتكلمت معاهم أثناء ما كنت أخذكت معايا في مدرسة أو في الاستشارات اللي بنسمعها لقيت إن في مرة غلطت وبتقول لي يا طب وفيه غلطت وقالت لك يا ماما من كتر ما هي محتاجة لإحتياج ده وتقول لك سوري معلش أصلا حاسيت إن حضريك قريبة قوي مش بشكر في نفسي هو إحتياج عطفي لأي حد ودايما المعاملة مع الخبير النفسي أو الخبيرة النفسية أو طبيب أو طبيبة أو لايف كوتش بيحصل حاجة نوع من أنواع الميول العاطفية يعني أنت لو بتعالجي مراهق هيحبك لو أنت بتعالج سيدة هتبقى فيه ميولة أنها ممكن تحبك فلازم نفرق منها لازم يكون في فرق في التعامل داكتور حريك أم عايز أعرف حضرتك بتعاملي إيه في قصة اختيار الأصحاب لولادك طبعا إحنا ذكرنا إزاي نصاحب أولادنا وإزاي نصاحب أصحابهم وإزاي نلفت النظر لو فيه حد مش كويس إيه تاني برضو ممكن يتعامل في قصة اختيار الصديق بصي أنا شخصيا ما عنديش أن ما حيبش بناتي روحوا بيوت حتى حتى لو عزوما أعياد ميلاد ومجموعات أوكي لكن روح كده عمال على بطال أنا مش بحيد بالقصة لأن فيه أمات كتير نفس الفكرة ممكن يكون فيه أخ ممكن يكون فيه أب إحنا ما نعرفش نفسيات الناس مش بنعيد في حد كل الناس على راسي بس الشيطان شاطر ما ينفعش ولو شفتي نسب التحرش اللي بتحصل بتحصل من الأقارب بتحصل من المعارف بتحصل من أكتر ناس أنت كنتي حاسة بالأمان نحيتهم وبتحصل فيه إحصائية بري في فترة الظهيرة أنتي منزلة بنتك سوبر ماركت تشتري حاجة لوحدها أنتي منزلةها تروح تعمل كذا لوحدها تروح مكان لوحدها تروح عنده قريب تروح عنده يعني مش عايزين نسمي مسميات بس معظم حتى الحالات اللي أنا شفتها بتخليني أكون حازر أكيد أكتر أن معظم حالات التحرش بتحصل من الإهمال فما ينفعش حتى دايماً البيت ده بيسموه يعني جدتي كنت تقولك البيت ده زي الجامع مش أي حد يتخل بقى فيه خصوصية لسه بنقول في أول الحلقة أن الصديقة حصل إيه؟ ساحب لا الصديقة عملت إيه؟ أخذت زوج صديقها لأن هي دخلتها في حياتها بشكل مبالغ فيه مبالغ فيه ودخلتها في حياتها أن هي حكيت لها كل النواقص اللي هي بتعملها واللي جوزها مش عجبه وأن هي مش بتعملها فإيه ده ما أنا أعملها وأخده منها فبتبان بقى أن هي صداقة مصلحة أنواع الصداقات بقى عدي الغرض أي إنسان من إنسان قد إيه؟ إيه أنواع صداقات؟ كتير جداً فيه من غرض أني أتعلم منها أنا عايز أرتقي زيها فيه من غرض الحسد أنا عايز شوفي عايشة زيها فيه من غرض الفضول دي الأغراض اللي هي مش محببة الأغراض التانية أنا عايز أصادقها عشان أنا لما أصاحب الناجحين هنجح أنا عايز أصادقها عشان هي كويسة جداً وقريبة من ربنا وأنا نفسي أقرب من ربنا قصة الساحب ساحب دي ما تحاوليش أبداً أن أنت تصاحب حد عايز تصلحيه وإنت ما عندكش القدرة أو ما عندكش المعلومات لأنه هيصحابك ويخليك زيه لا تاني يعني الصاحب ساحب بمعنى لو أنا مصاحبة حد مش شبهي مش هعرف أغيره لا لو هو عنده نسبة حراف مثلاً كبيرة جداً في سلوكياته هتتأثري وهتغذي بمستصغر الشرر اللي بيعمل النار الكبيرة يعرفة زنب صغير إي يعني إي يعني لما نوصل لزنب كبير طب أنا دخلت عشان أصلح أنا شخصية بحاول في حالات لما أتكلم معاها أو حد بيتقرب لي من جديد ونفسي تيبقي صاحبتي أنا شايفة أن سلوكياتها مش كويسة وشايفة أن هي منحرفة جداً في حاجات كتير بس أنا بتعامل إنسانياً فبحاول أصلح لقيت أن ما فيش إصلاح خلاص أعملت اللي علي اللهم إني بلغت اللهم مفاشها فببعد تماماً أقول رب نهديكي إحنا عملنا 1-2-3 سلوكياتك 1-2-3 حاولي تقربي لربنا لأن أنت مخطئة في 1-3 بتقنب نفسها بس فيه الناس ما بيقدروش يرجعوا عن الزم يعني ربنا يعافينا ويعافينا حريك معي يا دكتور أن أي حد فينا يصاحب 1 أو 2 كده زي ما نقول يتعدوا على الصوابة ولا الشخص يكون اجتماعي وعنده صحاب كثير غلط جداً يا باري أنا ضد أن مثلاً ابني يبقى لي صديق واحد بس أو بنتي لي صديقة مفضلة واحدة بس لأن لما بيسافر دلوقتي صديقه هو بيفتقده جداً ومش عارف يعمل صحاب مثلاً فضلوا الصحاب منك يجي لما كبروا ودخلوا الجامعة مع بعض مثلاً لما سافر لما هي جوزت بيفتقدها جد بيت تفتقد جداً صديقه هو بيفتقد جداً صديقه وبيكون وصل للسن اللي أنا شايفة فعلاً وحقيقي أن صدقات الأرابع وإحنا الصغيرين أو صدقات المدرسة هي الصدقات الدايمة وهي اللي بتفضل معيك وهي اللي بتبقى صدقات حقيقية لأن فيها عشرة وفيها مواد وفيها احنا فاهمين بعض جداً صدقات اللي بتعملها على كبر مش كتير بس أنا شخصياً عندي صديقات يعني يتعدوا على الأصابع ممكن اتنين تلاتة هما اللي قريبين جداً جداً من قلبي ليه؟ لأن فيه صدقات بتبتدي بعمرك الجديد يعني أنا شخصياً لما ابتدت شغلي ابتدت بعد ولادي ما كبره ابتدت وأنا حاجة و30 سنة يعني فابتدت لما ولادي كبره تماماً ففيه صدقات نشأت في العمر الجديد ده أنت بدأت يبقى لكاريره لما تطمنت على ولادي وكبره ففيه صدقات بتحصل في مجال العمل تخرجي بحد واحد مثلاً هل حرك مؤمنة بأصحاب العمل؟ لأنه برضو فيه ناس بتقول ما تصحبوش حد من العمل العمل ده معارف بس مش أصحاب ممكن تخرجي ما أنا بقولك بصديقة مثلاً على الأقل واحدة اللي ما يكونش فيها حدة المنافسة بتكون أنت اختبرتيها أساساً خد يبالك أني لازم في فترة الصداقة عشان أبقى ضمنا أن الصديق ده ولا قولية كبير أختبر اختبارات صغيرة كل فترة إزاي؟ اختبارات مادية اختبارات معنوية أنا دلوقتي الفيزا بتاعتي ضعت مني ومحتاجة مبلغ لو هي استعجلة تخدي بسرعة هاتي اللي أنت عايزة ومش عاممها أنت مثلاً قاعدة من شغلك مثلاً تعرفيني دي صديقة عقائية طب اتهربت وبدأت تلفه والدور خلاص يعني الصديق الحقيقي بيبان في المواقف الصديق ووقت الضيق صح ووقت الضيق وهي دي صداقة جاية من الصدق يا بري لازم يكون صادق في كل مشاعره طب ليه دكتور بنلاقي ناس بتصاحب ناس وقريبين جداً فجأة ينخدعوا فيهم فجأة الشخص ده بيبقى حاجة تانية عشان إحنا دايماً الشخص اللي قدامنا سواء في العلاقات العاطفية والحب والغرام أو الصداقة أو أي حاجة إحنا بنبني على تفكيرنا إحنا بمعنى؟ يعني أنت حبيتي فلانة دي يا دي شبه مامتي أو شبه حد عرفه زمان فأنت حطتي الاعتقاد إن هي زي الإنسان اللي أنت بتحبيه أو أنت شفتي صفات أنت حابة تشوفها فيها وهي مش موجودة فاهماني؟ يعني أنا ممكن أشوف حد يا ده شبه بابا لا يرحمه قوي فأحب الشخصية دي عشان هي شبه بابا بس هم إزاي بابا؟ فهمتي قصدي؟ فهماني؟ أنت اللي بتحبي خيالك أنت خيالك ركب صورة معينة للشخصية حتى في العلاقات العاطفية والحب والغرام أنا حسن الإنسان ده فارس أحلامي حسن بنات كتير بتحكي ده وتقولي أيوة فعلاً دكتوري أنا غلطانة أنا كنت عارفة من بداية بتحكي عن أصدق إحنا مش بنبص على الصورة كاملة إحنا بنبص على حاجة واحدة أو حاجتين مش صورة بس يا بيري أنت شفتي حد ورتحتي قلبك ده الله ده باين عليه شخصية جميلة ده أنا أكون سعيدة جداً مع أنت حكمتي بدون هو ما يقولك أي حاجة بدون ما يعترف لك بحبه بدون ما يقرب لك فهمة قصدي يعني في ناس هي اللي بتدي حكم معين هل يا دكتور ممكن نلاقي اتنين مش الله بعض وأصحاب يعني حركة ذكرتي من شوية أنه النكحين بيحبوا يصاحبوا ناس نكحين الناس اللي هم بيحبوا العمل لازم يصاحبوا ناس زيهم طيب ما ممكن يكون حد مثلاً رب تمنزل وتشتغلش وصحبتها قريبة قوي وفي نفس وقت نكحة قوي في شغلها وكده كميل السؤال لأنه حقيقي جداً وفيه صحاب كده حقيقي بيكملوا بعض يا بيري عارفة في العلوم بنقول الأقطاب المتشابهة تتنافر والمختلفة تتجاذب ده حقيقي في الشخصيات يعني هي دلوقتي فنانة مثلاً وأنا أعرف ناس كتير كده بتستكين قوي ما تتكلم معاكي أو تتكلم مع صديقة ست بيت بتكمل الجزء اللي بتقولها يا بختك أنت ست بيت وبعندك أسرة وولاد أنا وحشني أسل وحشني قوي الأسل ده فباجي أكمله عندك هي كمان بتكمل حتة أنه أنا لو مكانك أشجعك أنا لو مكانك أعمل كذا أنا قاعدة في البيت وقاضي أحصل حاجة للست طبعاً كلنا بنحبها بس أنا لو كملت وكنتش ست بيت هحب أعمل زيك وخدي بالك أعملي كذا بتلفت نظرها لحاجات وأمنيات هي مش وقدة بالها منها خدي بالك أن دايماً عايش الحرية المسجون يعني حاسس بقيمتها أكتر والحرية بالنسبة لي مسؤولية لأنه فيه بنات وستات كتير بنتكلم معاهم عايشة الوحدة فعايشة الوحدة مسؤولية عليكي أنت لا تتحسبي لو سلوكك كويس أو مش كويس أنت لا تتحسبي على كل التصرف أنت لا تتحسبي على شكل لبسك وهندامك وطريقة تعاملك مع الآخرين لأنه مفيش حد مسؤول عنك لكن لو أنت مع بابا وماما والأسرة عشان فيه بنات صغرين كتير تقول لي أنا نفسي يعيش لوحدة وأجرب حياتي الأجانب أو لا لا أنت تحمدي ربنا أنت لو تعبتي فيه حد معاك لو ديقتي فيه صديقة جنبك الأب والأم هينصحوك ويأخذوا بالهم منك وهم اللي هيشينوا مسؤولية أي خطأ بتعمليك فالحرية مسؤولية كبيرة جدا للي عيشها لوحده بشكل مطلق فالحرية دكتور أن الأصحاب ده حاجة مهمة قوي محدش يقدر يعيش مغير أصحاب طبعا معايير صداقة متعددة ولكن العلامات اللي هتحسم الصديق ده حقيقي أو مش حقيقي تبقى واضحة وبينة من الأول ولازم يكون شبهك آه فيه شبح احنا قلنا المختلفين بيتجذبوا لكن فيه لينك بيني وبينك فيه صديقات بيفهموا بعض بلغة العيون صح لغة العيون فيه سيم بيد ما بينهم زي التوائم كده التوائم فيه ما بينهم لغة خاصة على فكرة مشتركة فالأصدقاء بيبقوا زي التوائم بالظبط هو أحسن حاجة أن احنا نركز وإحنا بنختار أصحابنا ونسمع كلام أهلين لأنهم ليهم نظرة أكيد ونركز كويس أي في كل حاجة بتحصل لأنه المواقف بتبين مين الصديق الحقيقي ومين لا وفيه حاجة مهمة قوي أن الأباء والأمهات بيفرضوا على الأولاد أنا دلوقتي أنا وباري فأولادنا عايزين نصحبهم على بعض غصبنا عنهم دي حاجة مش تلطيك لا مش بالعافية كتير بيعملوا ده عشان نبقى مع بعض احنا أصدقاء في تمرين مع بعض ما تفرديش على ابنك عشان ما يكونش يعني مسلوب الإرادة أو ما عندوش شخصية أو شخصيتهم بلاش أقول مع أولادنا لأنه أصلا أولادنا ما بيحبوش الأوامر ممكن نكلمهم بالرحة ونقولهم المعلومة اللي احنا عايزينها بالرحة ولو عايز يخلي صديقه صديق تمام لكترسلوكياته احنا ننصحهم قوله كذا خليه يعمل كذا دكتر أسماء الفقراني تشاريع العلقات الأسرية بنشكرك على وجودك معنا برسيلك يا حبيباتي برسلام يا رب محدش فينا يقدر يعيش من غير صحاب اللي بنكون معاهم على طبيعتنا تماما من غير ما نزوق كلامنا ونعمل حساب بقى لأي حاجة بنحكي لهم كده أسرارنا وندخلهم في حياتنا وبنقول اللي احنا عايزينه عشان كده اللي يشوف مننا نسختنا دي لازم يكون شخص يستاهل إنسان يسون العشرة وصفاته دي ساعدنا ان احنا نتطور مش العكس يعني صاحب يطلعك لفوق مش ينزلك وفي حلقة النهاردة حاولنا نجاوب على أسئلة كتير في الموضوع ده وبتدور في دماغ ناس كتير قوي من الأهالي وتشغل بال كمان شباب مش بس أولياء الأمور عن معايير اختيار الصحاب اللي بنعتمد عليهم بجد ويكونوا سبب إن احنا نكون أفضل ويفضلوا كده ديهم في إدينا لحد ما نوصل لأعلى درجات النجاح وبكده تكون خلصة حلقتنا استنونا الأسبوع الجاي إن شاء الله في حلقة جديدة من منتصف اليوم